المجلس الاقتصادي والاجتماعي تراستهم لهذه البنود وتم توافق عليها بالإجماع في جو أخوي بين جميع الدول وهذا ما كنا نصب إليه قمة الجزائر هي قمة جامعة للإخوة الأشقاء العرب اعترح 24 بند على جدو الأعمال تم إقرارها جميعاً فهذه البنود مهمة جداً سترفع للقمة وهذه البنود كما ذكر هناك في بنود طبعاً اقتصادية وبنود اجتماعية وجميع هذه البنود تمس حياة الإنسان العربي نجاح القمة العربية الحادية والثلاثين في شقها الاقتصادي مرهون بإيجاد سبول ضمان الأمن الغذائي وإزالة معوقات التبادل التجاري والتعاون الجمهوركي بين الدول العربية موضوع الأمن الغذائي العربي أهم المواضيع اللي بحثت اليوم وكان فيه نقاش مستفيد حول ذلك فتم تكنيف الأمان العامة لجامعة الدول العربية بإعداد مشروع استراتيجية حول الأمن الغذائي العربي أخذ بالاعتبار جميع المبادرات التي تقدمت بها الدول العربية ومنظمات العربية نتكلم على أن نسبة التبادل بين 10% هي نسبة ضئيلة وهذا ما تم الإشارة إليه ليس اليوم منذ سنوات وهذا ما يسعى إليه المجلس من أجل رفع هذه النسبة يمكن المنطقة الحرة ستكون إحدى هذه البدائل لكن كلكم تعرفوا المعويقات الكبيرة التي تعترض أولا هذه المنطقة وتعترض تبادل التجاري بين دول العربية فالمجلس يسعى من خلال توصياته إلى تدليل كل الصعب وتدليل كل العوائق من أجل رفع هذه النسبة إلى نسبة معقولة مقبولة أجمع الوزراء العرب أن الوقت قد حان لتحقيق شركة اقتصادية متينة في انتظار أن تطرح هذه المقترحات على مستوى مجلس الوزراء الخارجية وبعدها على مستوى قمة القادة العرب